صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه تخيل كده معي تبقى تفتح الدولاب بيدك اليمين علشان تجيب لبسك وفجأة تلاقي ايدك الشمال بتقفله وانت اصلا لسه بتجيب حاجات ومش عايز تقفله دلوقتي طب تخيل تبقى بتقفل زرار قميصك بيدك اليمين علشان تنزل شغلك وتلاقي ايدك الشمال بتفك الزرار تاني اقول لك اكتر تخيل تبقى واقف قدام مديرك في الشغل وفجأة تلاقي ايدك بتضربه على وشه وهو بيكلمك الحقيقة انت بريء واللي عمل كده ايدك مش انت طب ازاي وهي اصلا جزء منك الكلام ده هي ظاهرة هي ظاهرة اسمها اليد المتمردة وان مخك يفقد التحكم في ايدك وتتصرف زي ما هي عايزة وممكن توصل انها تضربك على وشك وممكن تلاقيها بتخنؤك وممكن تلاقيها بتضرب شخص ماشي في الشارع الكلام ده كله بيكون نتيجة الاصابة بسكتة دماغية او ورم دماغي اللي بالتالي بيأثر على المراكز العصبية بالجسم وبعض الاحيان ترتبط بالسرطان واوقات تانية في جراحات السرعة اللي بيتم فيها فصل فصين المخ عن بعض للأسف المرض ده ملوش علاج لحد دلوقتي لكن الدكاترة بتحاول تخفف المرض دوت عن طريق شغال اليد المتمردة بالشيء تعمله زي مثلا انها تمسك حاجة وده بيقلل اضرارها وبيزود مدى التحكم فيها مع الوقت وساعد بعض الاشخاص المصابين بيها بيقعدوا عليها او بيحطوها ما بين رجليهم علشان يمنعوا النشاط بتاعها في النهاية اتمنى اكون في التكم ولو عندك فكرة لعلاج المرض دوت ممكن تسابعنا في التعليقات نتناقش فيها ترجمة نانسي قنقر